العمل الصحفي هو أحد أصعب الأعمال تحديداً خلال الحروب تخيلوا معي فقط تخيلوا ماذا سيصلنا من غزة لو لم يكن هناك صحفيون على الأرض يواجهون الموت من أجل الحقيقة ربما لن يتاح لنا سوى ما يريد جيش الاحتلال أن نراه أو نعرفه الصحفيون في غزة يدركون حساسية موقفهم جيدة لذلك هم متمسكون بالبقاء لنقل الحقيقة رغم كل ما يواجهونه فهم باقون حتى يزول الألم باقون هناك حتى يحلوا لهم النغم هذه الكلمات أنشدها الصحفيون تحت النار هنا في هذا الفيديو الذي سنرى جرى تداوله بشكل أو تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نرى مجموعة من الصحفيين يجلسون في خيمة مهترئة بقطاع غزة وينشدون أغنية تتوافق كلماتها مع ما يحدث حولهم جلسة الشبان تبدو حزينة لكنها تظهر معالم القوة وروح المقاومة في أعينهم هؤلاء عاشوا لحظات الرعب رعب لا يوصف وشهدوا مختلف أنواع الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر أما الآن فهم يأخذون ما يمكن أن نقول إنه استراحة محارب ينشدون معبرين عن ما في قلوبهم بهذه الطريقة موسيقى 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 سوف نبقى هنا قبل الانتقال إلى ردود الفعل على هذا الفيديو في مواقع التواصل للشماعي نود أن نذكركم مشاهدين أن عدداً كبيراً من الصحفيين سشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة ومن نجى كان شاهداً على مقتل عائلته أو أقاربه لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بغزة وثقت مقتل نحو سبعين صحفياً ومصوراً ذكوراً وإناثاً وجرح عشرات آخرين فضلاً عن تدمير عشرات المقر لمؤسسات إعلامية عربية ودولية وبالعودة إلى مقطع الفيديو الذي شهد تفاعلاً واسعاً من رواد مواقع التواصل للشماعي نبدأ مع الدكتور محمد حفيظ الذاب كتب هنا هؤلاء الأبطال كلمات الشكر والعرفان لا تفيهم حقهم أما روان النئمات فقالت هؤلاء هم المقاومة الصحفية هنا مصنع الرجال الأبطال تضيف أما الناشط ياسر عادل فكتب مرابطون حياهم الله فرداً فرداً وبتغريدة الناشطة هنا أسويلم نختتم قصتنا إذ علقت قائلة دمتم بخير ودامت أسواتكم العذبة وقلوبكم الرقيقة الطيبة أكيد ستبقون وتنتصرون ولو بعد حين ترجمة نانسي قنقر